وصلت يعني ست مرات لكهس العالم نتيجة التخطيط فلما أجي أتكلم يا جماعة التخطيط محدش يقول لي يا كابتن يعني الكرة في الراس مش في الكراس الكلام ده كان زمان عايز أقول لكم كمان معلومة مهمة جدا حضراتكم شفتوا ألمانيا في 2014 ما كان يميز الكرة الألمانية وأنا عشت الكلام ده 11 سنة في ألمانيا القوة والجري والعقل البدنية العالية دي كانت الكرة الألمانية وبتلعب كرة طويلة وبتجري وراها وريبة من الكرة الإنجليزية حضراتك شفت الكرة الألمانية في 2014 حضراتك بتتفرج دلوقتي على باير ميونيك بيلعب إزاي هو الجيل ده جي صدفة يعني فجأة كده الكرة الألمانية من كرة قوة والعقل البدنية لكرة التيك تاكا والمهارات لا مش صدفة حضراتك المنتخب الألماني أو الاتحاد الألماني في 2001-2002 قالك إحنا عندنا مشكلة فعشان نعمل إيه نحل المشكلة ديت هنوري لحضراتكوا بعض الصور اللي بتبين قد إيه التخطيط حضراتكوا شايفين ديت بيتكلم على إحنا مع بعض اللي مستقبل أفضل للكرة الألمانية دي صورة بتبين أولاً عندك الـ DFB ده الاتحاد الألماني الجزء اللي تحت فرقاين دوت معناها الأندية ده جزءين من أربع أجزاء اشتغل عليهم الخطة الألمانية هتلاقي فيه صورة في الـ FDB فوق على الشمال هتلاقي لعيبة المنتخب الألماني في مستويات تتكلم على مستوى الشباب أو المنتخب الشباب دي الجزء الثاني فرباند اللي هو رابطة الأندية وخلي بالك من جزء اللي تحت شولة شولة معناها المدارس انت بتتكلم على المدارس ليه المدارس أنا واحد لعبت فيه دوري المدارس وكم عدد المواهب الموجودة في المدارس عدد كبير جداً من الولاد الصغيرين اللي ما عندهمش فرصة من الناس تشوفهم الألمانية اشتغلوا على كده الصورة اللي حضرتك شايفها تحت دي صورة ولد عنده خمس ست سنين التحاد الألماني كان مركز جداً على موضوع المدارس يبقى عندك أربع محاول الجزء اللي يتكلم عليها ده عندك الهرم من واحد لسبعة الجزء الأولاني بيتكلم على الولاد الصغيرين إزاي الولاد الصغيرين نشتغل معاهم عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن مكتوب تحت كده كيندا جاردين أند شولة كيندا جاردين يعني حضانة والمدارس بداية من الولد في الحضانة ما بتكلمش على ولد عنده عشر سنين ولا حداشر سنة الولد اللي في الحضانة وفي المدرسة ده الاستيجي الأولاني تطلع فوق على الاستيجي التاني بتتكلم على بعض الأندية الجزء تاني ده السبع أو الهرم اللي اشتغل به التحاد الألماني زي ما بقول له حضراتكم من الأول لسبعة زي ما بتكلم نمر واحد البداية اللي هو الولاد اللي عندهم في الحضانة وفي المدارس ده حيشتغلوا معهم ازاي نمر اتنين اشتغلوا على التكنش على التكتيج بتاع الكورة المهارات بمعنى صح وشبيل ريش ده متعة متعة اللعب اشتغلوا عليها نمر ثلاثة بيتكلموا على الفوسبل سبيسليست يعني التخصص في كورة القدم تمرينات تخصصية نتكلم على نمر اربعة ازاي بتبدأ تدي له زي ما بقول برامج تدريبية اعلى يعني فيه تدرج نمر خمسة بتوصل انك بتبدأ موضوع الليقة البناية والمهارة المبنية على الليقة البدنية نمر ستة بتتكلم كمان على الطوب ليفل بتاع تقريبا الكمال كمال لله واحده لكن بيتكلم على الكمال في الأداء على مستوى الليقة وعلى مستوى التاكتك نمر سبعة ده اكتر حاجة ونقطة مهمة جدا الاستقرار الاستقرار بعد ما وصلت للستة بتتكلم على الاعلى محتوى بتتكلم على الاستقرار ان انت الاستقرار لمدة خمس ست سبعة تمام عشر سنين انك عندك قاعدة تستقر بيها الصورة اللي بعديها بعد اذنكم نشوف كمان الصورة اللي بعديها زي ما بقول لحضراتكم طريقة اللعب هنيجي لطريقة اللعب هتكلم حضراتكم هم حطوا اكتر من طريقة لعب بداية من سن خمس سنين او ست سنين لغاية الفريق الاول اختاروا ما بين اربعة تلاتة تلاتة الصورة اللي على الشمال حضراتكم اربعة تلاتة تلاتة او مشتقطها اربعة تلاتة واحد ده طريقة لعب الصورة اللي في النص اربعة اربعة اتنين واربعة اربعة اتنين بصورتين ما بين كسين حد كده مكتوب عليها ميت راوتر يعني المنحرف بشكل منحرف هتلاقي اللي اربعة في نص الملعب شبه منحرف او شب يعني واحد وقدامه واحد واثنين على اليمين وعلى الشمال ودي او اربعة واحد تلاتة اتنين ودي طريقة لعبة تانية او اخر صورة ما حضراتكم طريقة اربعة اربعة اتنين الفلات اللي هو اربعة في وسط الملعب بلعبه فلات قدامه مرسين حربة فده الشغل اللي اشتغل المتخب الالماني المتخب الالماني اشتغل على اربعة اتنين تلاتة واحد فترات طويلة جدا جدا فتثبيت اللعب ده كان مهم جدا الصورة اللي قدام حضراتكم دي مهمة جدا خلي بالكوا الصورة دي من 2008 الصورة دي من 2008 في 2008 كانوا بيقولوا اللي عنده من 3 سنين ل 6 سنين ده كلام ده في 2008 اللي عنده من 3 سنين ل 6 سنين حيمثل منتخب ألمانيا في كاس العالم 2026 في 2008 اللي كان عنده من 7 سنين ل 10 سنين حيمثل منتخب ألمانيا في كاس العالم 2022 في 2008 اللي كان عنده 11 سنة ليه 14 سنة ده اللي يمثل ألمانيا في 2018 في 2008 اللي كان عنده 15 سنة ل 18 سنة ده اللي هيمثل ألمانيا أو اللي يمثل ألمانيا في 2014 وساعتها في 2008 كانوا بيقولوا الولاد اللي هم تحت 19 سنة أو تحت 21 سنة هم دول اللي هيمثلوا ألمانيا في كاس العالم ده صورة مهمة جدا ليورجون كلوب يورجون كلوب وزي ما بتكلم حضراتكو ان الخطة دي كمان على التكنولوجي بتاع كورت القدم الفيديو أنالايز الفيديو أنالايز ده شغال في أوروبا بقاله كتير جدا ان الناس ديت من خلال الصورة من خلال التحليل الفيديو واللي كان موجود في يورجون كلوب واشترك مع الاتحاد الألماني في هذه الصناعة صناعة كورت القدم كان متواجد في الفيديو أنالايز وكان موجود بشكل مباشر من خبراته الكبيرة الصورة دي كمان مهمة جدا بيعتمد الاتحاد الألماني خطته على أربع محاور التكتك والكنديشن والتيك والبرسوناليتي الشخصية ده لازم تكون موجودة شخصية اللعيب لازم تكون على أعلى مستوى التكتك لازم يكون على أعلى مستوى الكنديشن لازم يكون على أعلى مستوى والتكنيك والشخصية زي ما بقول لحضراتكم الشخصية مهمة جدا واللي حواليه دوت عوامل أساسية يعني تبصوا في وقت لاقي الصحة لازم يبقى على مستوى الصحة جيد جدا اللي تحتيها الفيديو اللي تحتيها نتكلم على التدريب الخاص اللي تحتيها نتكلم على اللعيب المميز اللي عنده مهارات أساسية نتكلم الناحة تانية على البايولوجيك البايولوجيك اللي بنتكلم عليه لازم يكون موجود العملية النفسية والتحضير النفسي لازم يكون موجود اللي بعدها بتتكلم على القصوة يعني الوصول لأقصى مدى من المنافسة لازم تكون توصل لدول اللي بعدها عندك السبورت ميديسن اللي هو الملف الطبي للعيبة إن كل اللعيبة لازم يكون عندها ملف طبي يبقى من أول ما يكون عنده 8 سنين 10 سنين يبقى عنده ملف طبي. الراجل ده بيتصاب كتير يبقى لازم نعالجه بشكل مميز أو نستبعده خالص ده مهم جدا. وآخر حاجة عملية الفيتنس الأرقام اللي قدام حضراتكو دي تاني علشان بقول لحضراتكو دي أرقام من 2008. عدد اللعيبة المسجلة عدد اللعيبة اللي كانت مسجلة في الاتحاد الألماني في 2008 وصل 6 مليون و700 لعب 6 مليون و700 لعب في 2008. ده عدد اللاعبين المقايدين في الاتحاد الألماني بيتكلموا في خمس دوريات خمس دوريات يعني عندك بوندزليجا واحد واثنين وتلاتة وعندك أربعة وخمسة بمعطيات مختلفة فيها الهاف أماتور وفيها دوري المناطق ده لكن عندهم خمس دوريات. انت بتتكلم على منظومة والكلام اللي بقول لحضراتكو ده على مستوى ألمانيا في 2002 تخيل ان هذا البرنامج مستمر حتى الآن حتى الوقت اللي بكلم حضراتكو فيه لان هذا النموذج وهذا التخطيط يستمر لـ 2026 على مستوى المدربين زي ما بقول لحضراتكو كروش يقعد يمشي لا انت عندنا واحد قعد أربعتاشر سنة بنتكلم على لوف. لوف خرج من الدور الأولاني من كاس العالم وهو كان بطل العالم 2014 2018 خرج من الدور الأولاني وبالتالي كمان على مستوى الاستقرار كان استقرار كبير جدا مهما كان النتائج احنا ماشيين على خطة يا عم ونجيب واحد لو نجيب واحد بتكلم على منتخب مصر لو عايزين تشتغلوا عندنا نمازج هي موجودة خدوا الخطة دي اشتغلوا عليها بلاش بالزبط كده لو قدراتنا المادية ما تسمحش ان احنا نعمل كده ولكن أنا عندي علامة الاستفاهم لانه عندنا قدرة مالية كويسة جدا وعندنا ميزانية وعندنا ناس مهتمة بالرياضة بشكل كبير جدا لو قدرنا نحط ميزانية عشان نشتغل كده هنشتغل كده لكن الناس للأسف بتستسهل الامور بتخش في الدوري والكاسو ابطال افريقيا والدنيا تيجي طب كروش يقعد لا هنجيب واحد تاني ولازم يا جماعة